اهلا بحضراتكم مرة تانية نلي مكان كبير عند ربنا ربنا قال والتين والزيتون والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقال أيضا والفجر وليلة عشر حتى في نفيه للقسم نفي القسم أبلغ من القسم فلا أقسمه بواقع نجوم وغيرها من الآيات هنا نتحدث عن الفجر وليالة عشر هل هذه الليالة العشر هي الليالة العشر التي نعيشها الآن وإيه فضل العبادة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه ذا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله فالحقيقة نحن نعيش نفحة ربانية ومنحة صمدانية في هذه الأيام المباركة يكفينا أن الله تعالى أقسم به والفجر وليال عشر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا أمته وحاثا لهم على التقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التكبير والتهليل فإنها أيام التكبير والتهليل وذكر الله تعالى وإن صيام اليوم منها يعدل صيام سنة وقيام كل ليلة منها تعدل قيام ليلة القدر والعمل يضاعف فيها سبعمائة ضعف إلى هذه الدرجة بلغ حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته على التقرب إلى الله والإقبال على الله في هذه الأيام يكفينا أنها أيام موسم الحج أيام التوجه إلى الله تعالى وإلى المناسك وإلى موطن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالروح والجسد ولذلك يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أنها فرصة تزكية وأنك يجب أن تظهر فيها الإنسان الحقيقي بداخلك الأخلاق التي فطر الله الناس عليها طب دي نقطة مهمة جدا اسمحي أتوقف يعني مع حضرتك عندها بعض ممكن يعتقد أنه المهمة أني أصلي وأقيم الليل وأصوم وأتصدق وتقديم الأضحية وما إلى ذلك بس بننسى زي ما حضرتك قلت الأخلاقيات وبننسى أنه بيكون في بعض الخصال اللي لازم نتخلى عنها كمان في أمر مهمين جدا يعني نحب ننبه عليهم في هذه المناسبة العطرة أولا هذا موسم التزكية والتزكية تعني الأخلاق وتعني الإنسان ونحن نقول دائما الإسلام يزيد الإنسانية ولا ينقصها وهو ده اللي بيعبر عنه الإنسانية قبل التدين نحن نقول التدين يزيد الإنسانية يبقى معنى التزكية ومعنى أن العبادة ليست طقوسا تؤدى فارغة المضمؤون لا العبادة تريدك أن تخرج منها إنسانا غير الذي دخلها واجه الله تعالى بالذكر والمناجاه سلم على حضر سيدنا رسول الله ورد عليه سلامه إمانا بالغيب فأنت تخرج إنسانا آخر إنسانا مزكا في نفس الوقت ليست هذه الأيام إثبات حالة وإنما هي بداية بداية حقيقية لا نريد أن نكون كما يقول بعض السلف لا تكن رمضانيا كن إنسانا ربانيا يعني خذ من هذا الموسم المبارك وهذا الزمان الشريف زادا لك إلى سائر الأزمنة تحول من بركة الزمان إلى بركة الإنسان أنت تستطيع أن تجعل هذا الجو الإيماني بداخلك وأن تتحرك به في كل مكان ويرى الناس سلوكك وأخلاقك فيحكمون على تديونك ويرونك صورة رائعة للدين الذي تنتمي إليه عظيم كمان يجب أن نقتدي بالحجيج حتى لو إحنا مش منهم نقتدي بالحجيج في هذه الأيام في الأعمال الصلاحة وهنا عايزين نتكلم عن الدبح والأضحية فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح عظيم الدبح والأضحية المسألة لا تقتصر على الدبح والأضحية فقط من البداية وهو ده اللي خلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أهمية هذه الأيام ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله ولما جاء المن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأغفاره شيئا ليه يتشبه بمحظورات الإحرام ولذلك جمهور الفقهاء على أن الأخذ من الأظافر والشعر جائس يعني إيه يعني لمن احتاج إليه فالنهي النبوي هنا على سبيل الكراهة مش على سبيل التحريم يعني لطبيعة شغله مثلا هو هيضحي لكن طبيعة شغله بتفرد عنه أنه لازم يحل أدانه كل يوم بالضبط لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لكن هي القضية في التشبه بالحجيج عايز يقول لنا عيشوا حالة التقرب إلى الله والتوجه إلى حضراته سبحانه وتعالى ولذلك شوف الآية فمن فرض فيهن الحج والحج لغة القصد هنفهم الآية في ظاهرها بمعنى إيه لغة القصد القصد الحج لغة القصد يعني عليك أن تتوجه إلى الله في كمال تفسير الآية أن تذهب إلى الحج ولكن ليس هذا هو المعنى فقط في معنى إشاري وهو أن تتوجه بروحك أن تتوجه بقلبك إلى الله أحسنت وهو أن تذهب إلى الله تعالى إقبالا عليه واجتهادا في الأعمال الصالحة في العبادة في الذكر خاصة الذكر من أحب شيئا أكثر من ذكره لنجعل هذه الأيام طاقة ذكر لله ليلا ونهارا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كلما ذكرته كلما نور قلبك وكلما هداك هو سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى أذكار الصباح المساء حتى الخروج أذكار الملبس أذكار المأكل كثرة الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نعمل برنامج عمل في هذه الأيام المباركة حتى يكون عيدنا فعلا فرحا بقبول الله لكم أقوله لنا بعد إذنك يعني الأمر المهم الذي أحب أن أنبه إليه دائما في مواسم العبادة الشريفة أن الله تعالى جعل العيد عندما تنتهي العبادة فيفرح الناس بأن الله وفقهم إليها ولذلك نستطيع أن نجعل من يومنا وليلنا جزءا مهما في الإقبال على الله تعالى أعود أولادك وأسرتك على هذا الوقت المستقطع هو في الحقيقة هو البركة في الوقت أن أنت تقعد تعمل مجلس ذكر صلاة على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحرمش نفسك من قيام الليل بأي قدر من القرآن بأي ركعات من الليل أقبل على الله تعالى يقبل عليك هذه أيام فرج وأيام فرح علينا أن نعيشها وعلينا أن نعيش جو الحج الحقيقي ربنا بيقول إيه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج العلماء بيقولوا قوى النفس أربعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية والقوة قوة الأنى والكبر والقوة العقلية أنت مطالب أن تزكي هذه القوة الثلاثة اللي هي الغضبية فلا رفثة الشهوانية فلا رفثة والغضبية ولا فسوقة والأنى والكبر ولا جدال في الحج وبعدين آخر حاجة واتقوني يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول تنمي عقلك وتنمي التدبر فتدبر في هذه الدنيا وتدبر في حالك فيها وأنك ستنتهي ولك أجل سترحل إليه فماذا فعلت فيها؟ هل استطعت أن تكون طاقة خير لمن حولك؟ هل استطعت أن تترك مع كل معاملة ذكرا طيبا؟ أم أن الأمر لا يتعدى الطخوس؟ إذن فمن فرض فيهن الحج دي لموسم الحج مش شرط فقط للحجيج معناها الظاهري أنه إلى الحج شعيرة الحج معناها الإشاري وهو التدبر القرآني أنني أفهم منها أن هذا موسم توجه قلبي إلى الله إن لم تذهب بجسدك فذهب بروحك طيب زي ما العمال الصلاحة هي محببة في هذه الأيام اللي بيرتكب زنب في هذه الأيام هل وزرها كبير؟ هو دماء اللي احنا بنقول عليه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية أخرى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وعدين منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فما أحوجنا إلى التنبه إلى المعاصي التي قد يتساهل الإنسان فيها الغيبة النميمة الحسد الحقد هذه أيام العفو وأيام تصفية النفوس وسلامة الروح يحتاج كل واحد مننا إلى أنه ينهي يومه كده ويخاطب ربه ويقول له يا رب عفوت عن كل خلقك فاعفو عني نحتاج إلى تصفية النفس نحتاج إلى الصدق مع الله نحتاج إلى النفقة وكل ما أعطيت كل ما أعطيت ولذلك ربنا قال في الآية دي إيه وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كل ما اتقيت وكل ما أعطيت كل ما وجدت الأنوار تفتح لك والهداية تيسر لك فأريد في هذا المقام أن يعني إيه نبارك هذه الجلسة بشيء من القرآن الذي نقرأه في هذا المقام الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم صدق الله فتح الله عليك طيب دكتور يعني من الأيام من الأعمال الصالحة في الأيام العشر التكبير المطلق يعني إيه التكبير المطلق يبتدي إمتى ينتهي إمتى التكبير هو الذكر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى في الأعياد يبين لنا أن هذه الأعياد مظهر من مظاهر السرور والفرح ودائما التكبير فيه تعظيم لجلال الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي وفقنا لهذا هو الذي وفقنا لهذا الموسم وهذه العبادات وهذا التجمع التجمع العباد في الإسلام ليس مقتصرا على شعائر العبادة بل فيه فرح وفيه مظاهر سرور ولذلك يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر كل الناس صلاة العيد كل الناس لماذا موسم اجتماعي رائع يشعر فيه الناس ببعضهم فيه الهدايا فيه الزيارات فيه الكلمات الطيبة فعندما نكبر الله تعالى على هذا المظهر الرائع نشعر بقيمة الدين في الدنيا بقيمة ذكر الله في حياتنا أن الله أكبر من كل شيء أكبر من حزني وأكبر من ألمي أكبر من من يتكبر أو يتجبر أكبر مما أخاف وأحذر هو أكبر من كل شيء فأنا في النهاية أنسب النعمة إلى المنعم وهو ده الفرق بين من يفرح بالنعمة فرحا يطغي وبين من يفرح بها فهو يفرح بالله الذي أعطاها فيتقرب إليه دكتور محمد ما لم يكتب الله تبارك وتعالى له الحج هذا العام يوم عرفة هل في أعمال مستحبة يوم عرفة هل صيام يوم عرفة أفضل من صيام باقي الأيام أو سوابه أعظم من صيام باقي الأيام بلا شك بلا شك يوم عرفة هو الثمرة هو الجيزة الكبيرة يوم عرفة ويوم عرفة هذا يوم التجلي الأعظم يتجلى الله تعالى فيه على خلقه ويغفر لهم وأعظم مظهر لهذا التجلي في عرفة ولكن من لم يذهب فليحش هذا الجو أيضا وليكثر من ذكر الله وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله فليكثر من التهليل وليكثر من التكبير ولريد أن تتحول هذه الأذكار وهذه العبادات إلى واقع سلوكي لا نريد كما قلت في أول اللقاء أن نجعله إثبات حالة لا نريد أن تكون هذه المواسم يعني يعني زادا لنا ومصدرا للطاقة نتزود منها وبعدين تبقى أنت بعد كده مصدر للطاقة لمن حولها تكون بداية جديدة يعني يبدأ نعود نفسنا ويكون الحافظ أنه الأيام دي أيام مباركة وأيام يعني الخير فيها يمكن مضاعف فنبتدي منها وزي ما حدك قلت تكون بداية كامل بدلا من أن أكون إنسانا موسميا أكون إنسانا ربانيا صحيح فهي البداية وليست هي النهاية ولذلك تكثر المواسم وإنت بتحاول في كل مرة أن أنت تعمل كده تعيش حالة الإيمان وتعيش حالة الذكر والتقرب إلى الله وتعدل من سلوكك أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ثم تجعل هذا الموسم انطلاقة خير ربنا يتقبل منا جميعا نشكر حضرات جزيلا الشكر بارك الله فيكم نسأل الله أن يتقبل منا وأن يوفقنا وأن يتقبل من الحجيج وأن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير ونصر وفرج وفرح يا رب علينا جميعا وعلى الأمة وعلى العالم كل شكر لحضراتك دكتور محمد وسام أمين لجنة الفاتوى بدار الإفتال المصرية شكرا جزيلا لك